خلينا نروح لأخبارنا لكيدي بكورة اليد كالعادة يمكن زي ما حضراتكم عارفين كان فيه بطولة أفريقيا اللي فاز بها منتخب مصر المرة الثالثة على التوالي والتسع في تاريخه بعد كده استقنف مباريات الدوري نادي الأهلي كورة اليد استقنف مبارياته يمكن أول مباراة كانت لنا مع هليوبلس وكانت مباراة صعبة وصدعنا الفوز عندنا مباراة أو كان عندنا مباراة مهمة مع الجزيرة بيقود الجزيرة حسين زاكي لعب نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر ومدير فني نادي الزمالك السابق وعلى فكرة فيه خبرين احنا الحقيقة فوزنا على فرق بيقودها مديرين فنيين السابقين لنادي الزمالك أولهم كابتن حسين زاكي مدير فني نادي الجزيرة والحقيقة الراجل عمل فرقة كويسة على نادي الجزيرة بقى من الفرقة الجيدة ماتش تلعب على مركز اللومبيز اذا حضركم شايفين بالمعادي الشوت الاول خلص بتفوق النادي الاهل 11 عشرة طبعا عايز اقول انه بيقود طبعا النادي الاهل يعني بنذكر حضركم مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني ماتش خلص بنتيجة 26 و21 يعني الشوت التاني خلص بنتيجة 4 اهداف والشوت الاول فرق اهداف لتنتهي المباراة بفرق 5 اهداف بيننا وبين نادي الجزائر طب موقف النادي الاهلي ايه النادي الاهلي بتصدر ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة وسع الفرق مع المنافس التقليد وهو نادي الزمالك اللي يجي في المركز التاني برصيد 9 نقاط خلي بالكم النقاط دي مهمة ولكن في النهاية هيبقى الاول والتاني هيلعبوا بعض على بيستوفتري عشان البطل وايضا التالت والرابع هيلعبوا على البرونز بيستوفتري يعني كل الكلام ده في الاخر يهمك تطلع اول او ثاني وهو ده الحقيقة يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني برضو مش يعني بحبزها ان انت تلعب مباريات كتيرة اثناء الموسم بدون ما يكون لها فايدة او يكون لها ان انت بستطلع اول او ثاني المفروض يكون نتيجة الدورة اكيومليتد يعني تراكمية ان انت النهاردة يعني انا كسبت الزمالك مثلا سيء خمس مباريات هذا الموسم مثلا يعني بقول مثلا وجيت في الفاينال خسرت مباريتين من ثلاثة تخسر الدورة طب ما ده مش عادل ما انت ممكن يكون عندك بدلك في الاسبوع اللي انت بتلعب فيه نادي الزمالك انا عايز اقول انه لازم يكون كده طيب هل ده يعني بسبب ان الدوري اللي بينافسك فيه فرقتين او اللي بينافس على الدوري هما فرقتين محترمنا طبعا لكل الانديا ولكن انا بتكلم حتى بالارقام على مستوى التاريخ هل ده عشان فرقتين اللي بينافسه لا مش مبرر ابدا يعني انا شايف ان انت لازم يبقى مباريتك كلها محسوبة ولازم تبقى انت رايح لبطولتك كل مطش بيفرق معك ولكن اللي احنا شايفينه ده الحقيقة اهدار كبير جدا للوقت والمباريت والمجهود اللي بيحصل اللاعبين وفي الاخر الدوري يتحسن في ثلاث لقاءات طب ازاي نتمنى طبعا ان الموضوع ده يعني عاد في النظر في كل الاتحادات اللي بتبقى النتائجها كده طيب الجولة اللي جاية هيكون مع نادي سموحة باذن الله ان شاء الله هيتبقى يوم الجمعة القادم وهتكون على صالة طبعا امير عبدالله الفصل او هكون مع نادي سموحة وكون عندنا في الصالة طبعا امير عبدالله الفصل يوم الجمعة الساعة 4 بس الحقيقة خليني قبل ما اروح للخبر التاني طبعا تابعنا عبر صفحاتنا وعبر يعني صفحات النادي الالي وهو ان طبعا مجلس سورة النادي الالي خد قرار بتجديد الصالة او تجديد الارضية ولو حضراتكم كنت تبعتوا معنا للستوديو التحليلي اللي فات وحنا بنتكلم عن اصابات فريق كرة السلة سواء عمر زهران بس عمر زهران اصيب مع المنتخب مش مع النادي طبعا المزق الامامية والخلفية اللي اصاب طبعا عزب واصاب مجموعة من اللاعبين احنا قلنا ساعتها في الستوديو التحليلي احنا نتمنى ان الارضية يعني تتغير او يتم رفع كفائتها الارضية مش وحشة ولكن احنا محتاجين للافضل والاحسن لان انت طبعا النهاردة عندك لعيبة لو جبت القيمة التسويئية اللي لعيبتك بتاعت السلة وطيرة واليد اللي بلعبه سواء رجال او سيدات وبلعبه وعلى الصالة دي ممكن اللي بلعب اليد سيدات بس اليد طيرة وطيرة سيدات وكرة سلة سيدات بلعبه على صلة الشهداء فالنهاردة انت عندك اربع فرق بتتمرن على هذه الصالة ملايين فالنهار ده محتاج طبعا ترفع كفاءة هذه الصالة وطبعا كنت خد العوض يقدم التصور ده المجلس إدارة وفورا مجلس إدارة خد قرار برفع كفاءة وتغيير أرضية الملعب الله على ما تبقى إيه يعني ممكن هل ستبقى باركين مش عارض هل ستبقى تريفليكس زي النوع اللي بيتركب بس هيبقى جديد بحيث أن يبقى يعني معامل الارتداد بتاعه يعني حنين على الدار وعالركب خلينا نشوف ولكن أكيد النادي الأهلي عامل أحسن حاجة اللي عبته وده المعتاد وده الحقيقة خبر أسعدنا وبنشكر عليه أكيد يعني مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا على هذه الخطوة لأن طبعا انتظرناها وإن شاء الله تبقى الأرضية الجديدة تعود بالنفع الفريق وتقل الإصابات بشكل جديد